مبارح كان فيها اعتصام في الشيخ زويت خيمة الاعتصام كان فيها أبناء قبيلة الرميلات بيطالبوا بالعودة لبيوتهم لأراضيهم كلهم راحوا كلهم جمع من المحافظات اللي متجرين فيها وتم منع كتير منهم انهم يدخلوا الشيخ زويت او يدخلوا رفح رجع الأعيان من اجتماع قائد الجيش التالي اللي هو محمد ربيع وبدأوا يحاولوا يقنعوا المعتصمين بفضل اعتصام لكن الناس ما استجابوش ليهم منصة سينة لحقوق الانسان شرحوا كواليس الاجتماع وقالوا ان المعتصمين علقوا الاعتصام وانهم اتوعدوا ان الازمة هتتحل قبل 20 اكتوبر الجاي البعض كان عنده مصلحة في الكلام بشيء من التخوين على أهلنا في سينة عن عربنا عن أهلنا ولحمنا هناك الناس اللي ما فرطوش يوم في أرضهم النهاردة بيدفعوا التمن النهاردة بيدفعوا تمن تمسكهم بأرضهم تقعدوا بالكلام ده ولما خلصت الحرب والسيسي أعلى القضاء على الإرهاب من سبع شهور الوعود البخاري ترجمة نانسي قنقر